يا مساء الخير يا مساء الحب يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى بيتوحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع عشان كده بنبقى كلنا في جهد مستمر ان احنا نحضر لكم حلقة لئ بيكم نحضر لكم مشكلة نفسية معظمنا بنعاني منها يعني حاجة مهمة لينا وليكم موضوعنا النهاردة يعني عن العلاقات المؤذية العلاقات اللي بتتعبنا في حياتنا وفي نفس الوقت ما بنقدرش نستغنى عنها تلاقي متجاوزة ومش مبسوطة وتعيسة وبتتعالج نفسيا وفي نفس الوقت تسيبه وترجع له تسيبه وترجع له تسيبه وترجع له وكل الناس اللي حواليهم الناس اللي عايشة في علاقات مؤذية دي كل الناس اللي حواليها بتنفر منها وبتبعد عنها وخلاص ذهقوا ذهقوا من كتر الشكوى ذهقوا أن الموضوع هو هو طب انت بتشتكي ليه طب ما أنت عارفة من البداية أنه هو شخص متعب ومؤذي وسام بس بتبقى فيه كده حلقة ربط سامة يعني أنا بحبه وبيأزيني وبيموتني بس مش قادر أسيبه وكل ما أسيبه وأرجع له نفس الحكاية بالله رجالة كتير جداً عايشين علاقات مؤذية وطاقسك وفي نفس الوقت يقول لك إيه ما أنا ما بسيبها بارجع لها ما أنا بحبها أنا مش عارفة هي عاملالي إيه هي عاملالي سحر أنا كل ما بقرر وعقلي يشتغل شوية أن أنا أسيب العلاقة دي برجع لها تاني هي في الآخر هي علاقة مؤذية لأن عايزة أقول على حاجة العلاقات في حياتنا ليه ليه أنا بارتبط في حياتي بني آدم أكيد ببقى مستنية أن أنا أحب وأتحب يعني أدي واخد يعني أدي عطاء وحب ومشاعر وفي نفس الوقت أخد برضو عطاء ومشاعر وأحسيس حلوة لازم أي اتنين مرتبطين يكون في حياتهم اهتمام متبادل مشاعر متبادلة يعني أنا اهتم بيك فببقى منتظرة أن أنت كمان تهتم بي أنا بسأل عليكم وانت رقم واحد في حياتي وانت كمان لازم تحسسني أن أنا رقم واحد في حياتك يعني ما ينفعش تبقى أنت بطل الرواية وأنا حطاكم برس في روايتي أو في حددتي أو في حياتي لازم العلاقات اللي احنا بنعيشها دي تكون علاقات صحية بتأثر علينا بالإيجاب طول الوقت ما ينفعش نكون قاعدين نايمين شاربين في علاقة بتأزينا وبتستنفز طاقتنا ومشاعرنا ما ينفعش أدي أدي طول الوقت واللي قدامي بياخد بس بياخد بس طول الوقت ما ينفعش أكون في الآخر الضحية والمجني عليها وجعاية واشتكي تلعت مسميات كتيرة أو في السنين اللي فاتت ويمكن معظمها الشخصية التوكسك الشخصية التوكسك اللي هي الشخصية السامة المؤزية اللي أنا طول الوقت الشخصية دي طول الوقت بيستنفز طاقتي بيستنفز صحتي النفسية بيستنفز فلوسي بيستنفز اهتمامي بيستنفز شغلي يعني ممكن نسيب الدنيا كلها وشغلي وكله بقاعدة متفرغي له فهو بيستنفز طاقتي كلها دي علاقة مؤزية لو أنا ملاقيتش التقدير والمقابل النفسي مش بس المادي أو المعنى النفسي أكيد أنا في علاقة مؤزية طيب من البداية كده أعرف إزاي أن أنا في علاقة مؤزية بتأزيني وبتأزي حياتي وبتأزي صحتي النفسية وإزاي أقدر أخرج منها ويمكن ده الأهم والأهم إزاي أقدر أخرج من العلاقة دي بأمان بسلام فالخروج من العلاقة سامة أوعي تفتكروه هين لا بيبقى فيه تعلق شديد وبيبقى فيه تعلق مرضي وبيبقى فيه يعني زي بالضبط الطفلة اللي متعلق بأمه موضوع صعب إننا نقطع الحبل السري ده بين اتنين بيحبوا بعض وحد فيهم بيئزي التاني ده موضوع صعب إزاي يخرج من العلاقة المؤزية دي ده موضوع حلقتنا النهاردة وإزاي نعيش حياتنا بصحة نفسية كويسة وإزاي يختار شريك الحياة ما يبقاش مؤزي وما يبقاش توكسيك